أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين هدنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المهدوب عليهم ولو تولهم ربي في لي ولوالدي وللمؤمنين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لاميم ذلك الكتاب لا ريب فيه يذلل المنتقين الذين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصرهم خشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم وهو مرض ولهم عذاب أليم بما كانوا يخذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم أم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمنوا كما آمن السبحاء ألا إنهم أم السبحاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنماكم إنما نحن مستهزئون أووا يستهزئوا بهم ويمدوا بيتهيانهم يعمهم أولئك الذين اشتروا الزلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين مثلهم كمسل الذي استوقت ناره فلما أمضوا أتمحوا له ذابوا بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون سمم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كسيب من السماء في ظلمات ورعدوا وبرقوا يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصوائق حضر الموت والله محيط بالكافرين يكاذ البرق يختف أبصرهم كلما أبوأ لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قوم ولو شاء الله لذاب بسمعهم وأبصرهم إن الله على كل شيء قدير يَا أَيُّهَا النَّاسُ عَبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خُلَقُكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبَلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ الَّذِي الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضُ فِي رَوْشَ وَالْسَّمَاءَ بِنَاءً وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرُجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَةِ رِزْقٌ لَكُمْ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنتَادًا وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ فَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبَدِنَا فَأْتُوا بِسُورُطٍ مِّنْ مِثْلِهِ فَدِعُونَ شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَا تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارُ الَّتِي الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارُةُ وَعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِي الْأَنْهَارِ كلَّ مَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةِ الرِّسْءٌ قَالُوا هَذَا الَّذِي الَّذِي رُزِقُنَا مِنْ قُبْلُ وَأُتُوبِهِ مُتَشَابِهَا فَلَوْمْ فِيهَا أَجْوَاجٌ مُتَهَرَةٌ وَوْمْ فِيهَا خَالِدُونَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي أَنْ يَوْلِبَ مَتَلَمَّا بَعُنْتَةً فَمَا فَوْقُهَا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَدَوْا وَبِعَاذَا مَسَلًا يُذِلُّ بِيهِ كَسِيرًا وَيَهْدِ بِيهِ كَسِيرًا وَمَا يُذِلُّ بِيهِ إِلَّا الْفَسِقِينَ الَّذِينَ الَّذِينَ يَنْقُدُونَ أَهَدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيسَاقِهِ وَيَقْضَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهِ بِي أَيُّ سَلَى وَيُسْتُونَ فِي الْأَرْبُ أُلَيْكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحييكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء ثم استوى إلى السماء فسوهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم فإذا قال ربك للملائكة إني جعلوا في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسيق الدماء فنحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسمائها أولئين كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم أول ألم أقول لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تقدم وإذ قلنا للملائكة تسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبا وسأكبر وكان من الكافرين وقلنا يا أتمسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هادئ الشجرة فتكون من الظالمين فأزل لهم الشيطان أنها فأحرجوا ما مما كان فيه وقلنا اهبروا بعضكم لبعض عدو فلكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فتلقوا آدم من ربي كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمانت بأهدايا فلا خوف عليهم ولا هم يهزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أسحاب النار قم فيها خالدون يا بني إسرائي لذكروا نعمتي التي التي أنعمت عليكم وأفو بأهدي أو في بأهديكم وإيا بأهديكم وإيا وآمنوا بما أنزلتم صدق لما معكم ولا تكونوا أول كافر به فلا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإيا يفتقون فلا تلبسوا الحق بالباطل وتنتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وأعجوا الزكاة واركعوا مع الركعين أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تاقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين الذين يذنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إلي راجعون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فاضورتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نوس أن نوش شيئا ولا يقبل منها ولا يقبل منها عدل ولا توفوها الشفاعة ولا يؤخذ منها عدل وإذ قول موسى لقومه يا قومي إنكم ظلامتم أنفسكم باتخوتكم ولا إجلا فتوبوا إلى بارهم فاقتلوا أنفسكم وإذ قول موسى لقومه يا قومي إنكم ظلامتم أنفسكم باتخوتكم ولا إجلا فتوبوا إلى بارهم فاقتلوا أنفسكم ذلكم الخير لكم إن دباركم فتابع عليكم إنه هو التواب الرحيم وإذ نجينا وإذ قلنا دخل وإذ قلتم يا موسى لنؤمن لك وإذ قلتم يا موسى لنؤمن لك حتى نروى جهرتا فأخذكم الصيقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون وإذ آتينا موسى وذللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبة ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وإذ قلنا دخلوا هذه القرية فاقلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقلوا حدة نافر لكم خطوياكم فسنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا قولا خير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رئزا من السماء بما كانوا يسقون فإذ استسقوا موسى لقومه فقلنا اضرب بأسوق الحجر فانفجرت منذ 12 عينا قد علم كل أناس ما شربهم قلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض موسيدين وإذ قلتم يا موسى لن نسبر على كعام وحدا فدعوا لنا ربك يخرج لنا مما تنبدو الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قولا تستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبدوا مصر فإن لكم ما سألتم وذوربت عليهم الدلت والمسكنة وباءوا بغدب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ذلك بما عصوا كانوا يعددون إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصر والصوبيين والصوبيين من آمن منهم بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولاهم يزنون وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم التور خذوا ما آتيناكم بكوة وذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فأولو الله عليكم ورحمته لكم تمنى الخاسرين فلقد علمتم الذين عددوا منكم بالسبة فقلنا لأمقوا نوقي رتة الخاسر فجعلناها نكلا لما بين يديها وما خلفا وموعدا للمتقين فإذ قال موسى لأمه إن الله يأمركم أن تسببوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قالوا دعو لنا ربك ويبيلنا ماهي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارد ولا بكر عوان بين ذلك ففألوا ما تؤمرون قالوا دعو لنا ربك ويبيلنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاطع اللونها تسر الناظرين قالوا دعو لنا ربك ويبيلنا ماهي إن البقرة شابه علينا فإنا إن شاء أول مهددون قال إنه يقول إنها بقرة لا ثلول تصير الأرض ولا تسكي الحرس مسلمت الله شيئة فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون وإذا قتلتم نفسا فاترأتم فيها وهو مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا ضيبوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تاقلون ثم قزت قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشهر قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهفد من خشية الله وموه بغفل أما تعملون أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريكم منهم يسمعون كلاما ثم يحرفونهم من بعد ما قلوهم يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا أخلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتحوا ليحاجكم بعيد ربكم وإذا أخلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتحوا ليحاج فتحواه عليكم ليحاجكم بعيد ربكم أفلا تاقلون أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون ومنهم أميون ألا يعلمون الكتاب إلا أمانية وإنهم إلا يذنون فبيل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله يشتروا بي ثمن قليلا فبيل لهم مما كتبت أيديهم وببيل لهم مما يكسبون وقالوا لا تمسنا النار إلا أيام معدودة قل أن تخصم عنده وعهدا فليخرفوا أهده أم تقولون أم تقولون على الله ما لا تعلمون بلا من كسب سيئة وأحاطت به خطفئة فأولئك أشاب النار كن فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الشريحات أولئك أشاب الجنة كن فيها خالدون وإذا قلنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقلوا وقلوا للناس حسنا واقيموا الصلاة وعاتوا الزكاة ثم توليتم إلا قوليلا منكم وأنتم وعرضون وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسويقون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريق منكم من ديارهم تظهرون عليهم بالعظم والعدواب وإن يأتوكم أسار تفادهم وهو محرم عليكم إخرجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكبرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خذون في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى عشاء العذب ومووا بغفل أما تعملون أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم بالعذب ولا هم ينصرون ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس فكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريق كذبتم وفريق تقتلون وقالوا قلوبنا غلف فلعنهم ووا بكفر وقل لما يؤمنون فلما جاءهم كتاب من عند الله يصطقوا لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة ووا على الكافرين بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكبروا بما أنزل الله فهي أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بخطب على خطب والكافرين عذاب مهين وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله وقالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكبرون بما وراءه وهو الحق وصدقوا لما معهم قل فلما تقتلون أنبياء الله من قبل ومن كنتم مؤمنين ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم تخطم العجل من بعده وأنتم ظلمون وإذا أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم ورخدوا ما آتيناكم بكوة واسمعوا قلوا سمعنا وعصينا وأشرفوا في قلوبهم والعجل في كفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين إيمانكم إن كنتم مؤمنين قل إن كانت لكم الدار الأخرة عنده ويخالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صديقين ولي يتمنوا أبدا بما قد من أيديهم وهو علم بظلمين ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشرفوا يبد أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزازحه من العذاب أن يعمر وو بصير مما يعملون قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدق لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميك لفإن الله عدو للكافرين ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون وكلما عهدوا أهدا نبده فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون ولما جاءهم رسول من عياد لمصدق لما معهم نبد فريق من الذين الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وروا أظهرهم كأنهم لا يعلمون فاتبعوا ما تدل شياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن شياطين كفروا يعلمون الناس سعر يعلمون الناس سعر وما أنزل على الملكين بباب لهاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة بلا تكبر فيتعلمون ما يذرهم ولا ينفوهم فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بذورين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يذرهم ولا ينفوهم ولقد علموا لمن اشتروهما لو في الآخرة من الخلاق ولبئس ما شروا بأنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لما ثبتهم من عند الله يخير لو كانوا يعلمون يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا روعنا وقولوا انذرنا واسمعوا للكافرين أذاب عليم ما يبدو الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يخدش برحمة من يشاء والله ذو الفضل العظيم ما ننصخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نسير أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقلت الله سواء السبيل بد كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفاروا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فعفوا واسفحوا حتى يأتيوا بأمره إن الله على كل شيء قدير وأقيموا الصلاة وآتو السكاه والموفوء وأقيموا الصلاة وآتو السكاه وما تقدموا لعافسكم من خير ينتجدوه أنت الله إن الله بما تعملون بسير وقالوا ليدخن الجنة إلا من كان هدن أو نصر تلك أمانيهم ألهاتوا برهانكم إن كنتم صديقين بلا من أسلم وجهه لله وهو موسن بله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يزنون وقالت اليهود ليست النصر على شيء وقالت النصر ليست اليهود على شيء وهم يسألون الكتاب كذلك قول الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ومن أظلم ممنع مساجدوه أن يذكر في اسمه وسعى في خربها أولئك ما كان لهم أي يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا قزيوا ولهم في الآخرة عذاب عظيم ولله المشرك والمغرب فأينما تولوا كثم وجه الله إنه هواسع عليم وقالوا اتخذوا وهو ولدا سبحانه بل لهما في السماوات والأرض كل له قاندون بديعوا السماوات والأرض فإذا قدوا أمرا فإنما يقول لهكم فيقول وقال الذين لا يعلمون مثل قولهم كذلك قول الذين لا يعلمون كذلك قول الذين من قبل مثل قولهم تشابعت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون إنا أرسلناك بالحق بشير ونفير ولا تسأل عن أصحاب الجحيم ولا ترضو عنك اليهود ولا النصر حتى تتبع ملتهم قل إنه دوه والهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير الذين الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يقر به فأولئك هم الخاسرون يا بني إسرائيل اذكرون عمدي التي أنأمت عليكم وأني قطلتكم على العالمين فاتقوا يوما لا تجزي نوس أنه شيء ولا يقبل منها ولا يقبل منها عجل ولا تنفوها شفاعة ولهم ينصرون وإذا بدل إبراهيم ربه بكلماته فأتمهن قول إني جاعلك للناس إمامة قول ومن ذريتي قول لا ينال عن في الظلمين وإذ جعلنا البيت ما ثابتا للناس وامنا باتخدوا من مقوم إبراهيم ومن صلى وعهدنا إلى إبراهيم وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعي لأنتهي ربا يليطو إفين والعاتفين والركع السجود وإذا بدل إبراهيم وإذا قول إبراهيم رب جعل هذا بلدا آمنا ورزق أهله من الثمرات من آمنا منهم بالله واليوم الآخر قول ومن قبر فأمتعه قليلا ثم أهدره إلى عذاب النار وبئس المسير وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعي ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العلم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا ودب علينا إنك أنت تواب الرحيم ربنا وابعث بهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويسكيهم إنك أنت العزيز الحكم ومن يرخب عن ملة إبراهيم إلا ما سفيا نفسه ولقد استفائنا في الدنيا وإنه في الآخرة لمن صليحين إذا قال له ربو أسلم قول أسلامك لرب العالمين واسوبها إبراهيم بنيه وياقوب يا بني إننا واسطفى لكم التينى فلا تموتنا إلا وأنتم مسلمون أم كنتم شهداء أم كنتم شهداء إذا حضر ياقوب الموت إذا أولى البنه ما تعبدون من بعده أولو نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق وإسماعيل وإسحاق إله وحيد ونحن له مسلمون تلك أمة قدخلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملوا وقالوا كونوا هدين أو نصروا تهددوا قل بل منت إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين إن أول قلوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق وإسماعيل وإسحاق وياقوب والأسباة وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون فإن آمنوا بمثل ما آمنتم فقد اهتدوا فإن تولوا فإنما هم في شقوق فسيكفي كهم وهو سميع علي سبه تفوا ومن أحسن منه سبه تفوا ونحن له عابدون قل أدحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعملنا ولكم أعملكم ونحن له مخلصون أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق وإسماعيل وإسعاق وإسماعيل وإسعاق وياقوب والأسباة وكانوا هدى أو نصور قل أأنتم أعلموا عم الله ومن أظلم مما قتما شهادتا عنده من الله وموّو بغفل عما تعملون تلك أمة قدخلت لها ما كسبت ولكم ما كسبت فلا تسألون عما كانوا يعملون صدق الله العزيم وم Castilles